وينضم إلينا من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي ورئيس المركز العراقي لتنمية الإعلامية عدنان السراج أرحب بكم ضيفي الكريمين أبدأ من أربيل معك سيد علي وبعد استئناف البرلمان العراقي عقل جلساته عقب انتهاء عطلته التشريعية ما هي القوانين برأيك ذات الأولوية التي يجب أن يصب اهتمامه عليها نعم مساء الخير عليك أستاذ زينة وعلى ضيفك الكريم الدكتور عدنان وعلى مشاهدين قناتكم الموقر أينما كانوا بالحقيقة القوانين التي يجب أن يبدأ بها البرلمان هو قانون الموازنة أولا ومن ثم قانون النفط والغاز الذي يتعلق بالحلاقة بين الأقليم والحكومة الاتحادية لأنه تم الاتفاق مع أطراف إدارة الدولة الذي أفضى هذا الاتفاق ذات تشكيل الحكومة الحالية هو أن يسن قانون النفط والغاز بمدة أقصى ستة أشهر بعد تشكيل الحكومة وحاليا مر أكثر من شهرين لم يتبقى سوى ثلاثة أشهر وبضعة أيام فيجب أن ننتهي من هذا القانون لأن هذا القانون هو أحد المشاكل الأساسية بين الإقليم والحكومة الاتحادية وبسن هذا القانون نضع حد لكل هذه التأويلات وهذه المشاكل وهذه المزايدات السياسية التي يتعرض لها الإقليم دائما وأيضا قانون الموازنة تم الاتفاق مع أطراف إدارة الدولة بأن يشارك ممثلي الإقليم الفنيين الخبراء الماليين في سن تشريع قانون الموازنة لسنة 2023 لأن هناك نقاط خلافية يجب أن يكون الإقليم حاضر بها كي يوضح بعض النقاط فلهذا أنا أعتقد هذه كلها اتفاقات ونحن على محاك لتنفيذ هذه الاتفاقات من عدمها طبعا هناك إرادات ممكن تحاول إعاقة تنفيذ هذه الاتفاقات على سبيل المثال التلكو في السداد 400 مليار لشهرين حصة الإقليم أو تكملت حصة الإقليم لأن كما تعلمين حضرتك والدكتور عدنان والمشاهدين بأن حصة الإقليم من الموازنة 10 تريليون و600 مليار تم الاتفاق أن يسدد كل شهر 200 مليار أي ما يساوي تريليونين و400 مليار خلال السنة الكاملة ويتبقى 8 تريليون و200 مليار يستقطع للنفط المصدر والواردات الأخرى لحين سن قانون النفط والغاز كما أسلفت وإجراء تعداد سكاني لتحديد النسبة السكانية وحصة الإقليم بالضبط لأنه كما تعلمين التعداد السكاني والإحصاء هو من مهام الحكومة الاتحادية ووزارة التخطيط بالتحديد كي نعرف بالضبط كم هم سكان الإقليم وتوضع حصة الإقليم حسب النسبة الحقيقية وليس التقديرية لأن نسبة تقديرية نحن نعتقد بأنه هذه ليس النسبة الحقيقية أقل من نسبة الإقليم والطرف الآخر يعتقد لا هذا أكثر من نسبة الإقليم فإجراء الإحصاء هو كفيل بوضع حد لهذه التعويلات شكرا واضح جدا هذه النقطة أنتقل إلى سيد عدنان السراج من بغداد سيد عدنان كيف تقيم سرعة وكفاءة البرلمان العراقي بتشريع القوانين المهمة المنتظرة خاصة منها قانون الموازنة والنفط والغاز نعم شكرا على الاستضافة تحية لك ولضيفك العزيز السيد علي الفيلي والمشاهديك الكرام الآن نحن أمام استحقاق حقيقي اليوم الاتفاق الذي وقع وثيقة اتلاف إدارة الدولة سيكون على المحق في نسبة إنجازات مجلس النواب يعني مجلس النواب عليه أن ينجز العديد من القوانين التي تم الاتفاق عليها داخل وثيقة اتلاف أو الوثيقة السياسية لإتلاف إدارة الدولة لحد هذه الدقيقة المجلس النواب نتيجة التغييرات التي حصلت والإضافات التي بدأت بشكل ليس تراتبي إنما بشكل بطيء أعتقد لا زال يحتاج إلى مرونة ويحتاج إلى حركة أكبر مما هو عليه لأنه نحن الآن أمام لجان واللجان قد تغير رؤسائها وعليهم أن يسرعوا في تحديد رؤساء اللجان النيابية من أجل البدء بالتشريعات المهمة الرئيسية التي ذكر قسم منها أخونا الساد علي الفيلي ولكن هناك أيضا قوانين مهمة تعلق بقانون الانتخابات بتعديل قانون الانتخابات بتعديل أيضا مفوضية على الانتخابات المجلس الانتحادي المجلس الخدمة الانتحادية أيضا إضافة إلى ذلك قانون نفط والغاز أمور عديدة تحتاج أيضا لقانون المسائلة والعدالة هذه الأمور التي اتفق عليها في الوثيقة والتي تشكل نقطة تراقي لإتلاف إدارة الدولة ونقطة فراقلة لن يتم قرار مثل هكذا قوانين فإذلك أنا أعتقد اليوم نحن أمام استحقاقات حقيقية وهذه استحقاقات تتمثل بأمرين أمر الأول الإصراع بتشكيل اللجان النيابية والاتفاق على تفعيل هذه اللجان من أجل أن يكون نافذة في صناعة القرارات أو في صناعة القوانين وأيضا دفعها إلى الدولة الأمر الآخر عدم التوافق على قوانين مهمة تعلق بالموازنة العامة التي الآن على وشك أن تدفع حكومة السودان إلى مجلس النواب من الآن يجب الاتفاق على طبيعتها خصوصا إذا علمنا أنها هي أكبر ميزانية يعني خصصة أو كتبت من أجل أن تنفذ في العراق إضافة إلى أمور تكاد تكون جازمة في مسائل تتعلق بقانون معلوماتية قانون العقوبات التي فرضت على تعديل المواد الدستورية التي رفعها مجلس القضاء الأعلى أيضا نحن أمام العديد من هذه الأمور التي مع الأسف شد حتى هذه الدقيقة نجد أن هناك نوع من الاتفاقات السياسية التي يتعلق بأصل هذه القوانين وكيفية مناقشتها داخل مجلس النواب نعم سيد علي أعود معك وأسألك تحدث السيد عدنان ذكر قانون الاتصالات والمعلومات هذا القانون بدأ به مجلس النواب هذا اليوم جالسته يعني برأيك أين تكمن نقاط الخلاف بين الكتل السياسية ما هي أبرز البنود التي تم التقاطع عليها بالحقيقة يعني في الظاهر جميع الكتل السياسية تتفق على سن هذا القانون ويضع حد لكثير من التأويلات لكن هناك تتضارب المصالح يعني بالنسبة لقانون الاتصالات والمعلوماتية لأن هناك رسوم على شركة الاتصالات هذه الرسوم بعض الأحزاب النافذة تمتلك هذه الشركات الكبيرة وهي المستفيدة من هذه الرسوم والتعرفة للاتصالات فلهذا ممكن يعني هذا يكون عائق أمام سن هذا القانون ولكن أنا أعتقد بالنهاية سوف القوانين جميعها تسن لأنه بالحقيقة الطبقة السياسية بعد الأحداث التي مر بها العراق بشكل عام والعملية السياسية على محاك يعني إن لم نستطع أن ننجز شيء ملموس للمواطن العراقي أنا أعتقد الجميع في فوهة المدفع فلهذا على الجميع أن يدرك خطورة الموقف وما مرت به العملية السياسية وأخذ الدروس والعبر من ذلك وأن يكون الأداء خصوصا في مجلس النواب هو بشكل أفضل من السابق وأيضا ينعكز ذلك على أداء الحكومة ويلمس المواطن نتاج هذه التغييرات وهذا الأداء الأفضل من السابق بالحديث على المواطن هل تعتقد أن المجلس النواب النية لمناقشة تغيير سعر صرف الدولار سيد علي؟ بالحقيقة تغيير سعر صرف الدولار هو خارج عن إرادة السلطات العراقية هذا واقع لأنه هو واقع يعني متى ما كان الإنتاج الداخلي يعني هذا الاقتصاد يعني معادلة غير قابلة للنقاش مدى ما كان الإنتاج الداخلي أو التصديرات المواد المصدرة من العراق هو أكثر من المستورد حينئذ نستطيع أن نقول بأن الحملة تكتسب قوتها فلهذا هذا لا يوجد نحن حاليا فقط الصادرات النفطية العراق بلد ريعي يعتمد بشكل كبير على الصادرات النفطية والصادرات النفطية هو أيضا يخضع للسعر النفط يعني سعر النفط هو غير مستقر فلهذا أنا أعتقد حاليا في الظروف الحالية حسب وجهة نظري المتواضعة بأنه يعني تنزيل سعر صرف الدولار هو شيء صعب جدا لأنه يتعلق بإصلاحات وأمور كثيرة حاليا هي غير متوفرة ولا نستطيع أن نحقق بين ليلة وضحاة بحاجة إلى وقت كي نستطيع أن نجري إصلاحات جذرية في العملية الاقتصادية والبنية الاقتصادية كي نستطيع أن نصل إلى سعر الصرف الذي يكون مقبولا نوعا ما للمواطن العراق سيد عدنان ما رأيك هل البرلمان قادر على التحقيق في ارتفاع سعر صرف الدولار هل سيستطيع خدمة المواطن المتضرر تحديدا لا أعتقد اليوم مجلس النواب قادر على أن يحسم هذا الموضوع اليوم مجلس النواب قدراته في الضغط على أو في محاسبة البنك المركزي أو زارة المالية تكاد تكون صفرية لن يطرح مجلس النواب أي حل موضوعي أو عملي بحيث يجعل المحافظة البنك المركزي أمام مسائلة حقيقية أو وزير المالية أمام مسائلة حقيقية من المفترض أن تم جمع تواقيع اليوم لاستجواب محافظة البنك المركزي هذا إجراء روتيني إجراء إداري أو إجراء يتم بشكل عام من أجل استدعاء الله لكن نحن نطرح الرؤية رؤية الحل لحد هذه الدقيقة أنت والسادة علي وجميع نراقب إداء البرلمان في الحلول ما هي الحلول لن نسمع لحد هذه الدقيقة هناك حل جذري حقيقي هناك اتهامات متبادلة هناك عدم تشخيص حالة انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار هذا واقع نتكن بصراحة وإلا من المسؤول عندك محافظة البنك المركزي وإنه ذات المالية فلماذا لحد هذه الدقيقة لا يمكن أن نقول بأن المحاسبة لا تتوفر بإمكانية استدعاء هؤلاء أو على قل تقدير محاسبتهم لأنهم لا يستطيعون من مواجهة الأمور التي يطرحها المحافظة ولا وزارة المالية فإذن الحل معدوم من المجلس النواب أنا لا أقول أنه ليس هناك خبرات وقدرات ولكن لحد هذه الدقيقة على مجلس النواب أن يستعين بخبراء هؤلاء خبراء خارج هذا الوضع الذي نحن فيه داخل مجلس النواب قد يستفيد من آراهم وطروحاتهم يستعين بالوضع الخارجي بالمستشارين عند ذلك يمكن أن نفهم كيف يمكن أن يحاسب البنجس النواب محافظة البنج المركزية الذي يتكلم الآن بأريحية ويقول أصل المشكلة هنا وأصل المشكلة هنا والحلول هنا لحد هذه الدقيقة لن نجد من يقول بأن الفعل بهذا الشكل أنا أعتقد وتعتقد أن الوعود الحكومية بإعادة سعر الصرف كما كان سابقا أو التقليل مما هو موجود عليه حاليا لن تتحقق نهاية هذا الشهر لا أعتقد الحكومة جادة في أن تحافظ على هذا الوضع بالنسبة للوضع الحكومي لن يضغط على الحكومة من أجل تتخذ قرارا هي بتخفيض قيمة الدينار العراقي كما حصلت في حكومة الكاظمية سوف لا تقدم على هذه الخطوة وهي جادة في أن تكون لديها خطوات رئيسية نحن سمعنا من المسؤولين في حكومة السيد السوداني وحتى هو السيد السوداني هم سيحافظون بدرجة كاملة من أجل أن يحافظ الدينار على قيمته التي بدأت بعملية صعود جزئية وليس صعود كلية يعني نسبة عالية نسبة 8% من النسبة يعتبرونها قادرين على إرجاعها خلال الأسبوعين القادمين ومتنى كثيرا لكم ضيفية على الحضور من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان أسراج ومن أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردوساني علي ألفايلي شكرا جزيلا لكم على الحضور شكرا جزيلا لكم